بسم الله الرحمن الرحيم موضوع اليوم ليش مقاعد ينزل وزني رغم أنه أكلي أكل طيور أكل عصافير مع ذلك وزني متنح لا ويزيد بعد يزيد فوق كيف يفهم موضوع اليوم عدل رح يرتاح من وايد عقد بحياته وايد عقد طول عمره تخيلوا أول شي في مبدأ أنا متكلم عنه من زمان وبكرر حق المتابعين اليدد واللي مو يديد بالإعادة إفادة هذا المبدأ لازم تفهمه طول عمرك عشان ما تتعقد اش قاع يصير بحياتك وانت قاعد تسوي نظام غذائي أو برنامج غذائي وما ينزل وزنك رغم أنك متأكد أن الكمية أقل من احتياجك بوايد وأن أكلك أقل من المفروض تاكله لنزول الوزن وأن برنامجك الغذائي صحيح مع ذلك وزنك يا ثابت يا قاع يزيد مبدأ الدلي الدلي دلي يعني تأخير شنو مبدأ الدلي رح يعني أبسط لكم بقدر المستطاع حضرتك لما تسوي برنامج غذائي لو نفرض لو نفرض أنك بديت في اليوم عادي بعد أسبوعين عادي بعد ثلاث أسابيع عادي بعد شهر يبدأ يبين تأثير هذا البرنامج على جسمك ويمكن يمكن ها لأنك نطعت مدة طويلة لما انقضى الشهر يعني أنت سويت برنامج غذائي صحيح لمدة شهر ولما انقضى الشهر وشفت ماكو نتيجة بديت خربط من تبدأ تخربط بدأ ينزل وزنك انت تقول اوه والله إذا خربط ينزل وزني لا 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 مو شي السالفة السالفة إن جسمك قاعد يستجيب ولكن على أثر رجعي دلي فلما خربط بدأ الأثر اللي قاعد تسويه من زمان يبين عليك للتو فبدأ ينزل وزنك ما اللي سويته من زمان مو لأنك خربط لما تفهم الدلي رح تنفتح لك أبواب وايد بحياتك كانت بنسبة لك أمور معقدة مثل أيضا بالمثل بالمثل إنه والله واحد مسوي رجيم مدة طويلة سنوات مسوي رجيم بحيان قال يا عم يعني المتظل شديد طول حياتي رجيم وميوعان ومتعذب خنفلها وفلها وبدأ يأكل ولما بدأ يأكل بدأ وزنه يستمر بالنزول أشهر يأكل يدري أنه عافس يأكل مليون سعره عافس الدنيا بالسعرات من مطعم لي مطعم حياته كلها أكل ووزنه يستمر بالنزول مو بسبب الأكل بسبب الدلي جسمك عايز تجيب حق الرجيم اللي كان مسوي قبل ليه الحين استجابه شقاله رغم أنه بدي خربط بعد جسمه ما فهم الموضوع الخربطة مهم مبدأ الدلي شرحته بوايد فيديوهات في قناتي باليوتيوب ما رح أطول فيهني أعتقد الفكرة وصلت واللي ما وصلت وحاب يتوسع في موضوع الدلي يراجع قناتي باليوتيوب هذي ليه الحين على الشغلة رقم أثنين اللي لازم تفهمها عشان ما تتأقد بحياتك ودنيتك الشغلة رقم أثنين اسمها السنسر والسنسر اللي راقب السنسر يابين لهم شرح أدري راح يشرح راح يشرح لا تحاتوا قلت إن الإنسان مهم جدا إنه يفهم جسمه علشان ما يتعقد بدنيتك ما يدري ليش قاع يصير شذيش قاع يصير غلط وين الغلط قاعد أكل قاع قل الأكلي قاعد أخففك قاع سوي رجيم ما ينزل وزني علشان لا تتعقد افهم جسمك فإحنا دورنا هنا قاع نفهمك جسمك شون قاعد يشتغل علشان تفهم جسمك شون قاعد يشتغل افهم مبدأ السنسر والسنسر اللي راقب السنسر شن يعني تل حج الأغريخي ما فهمنا شي أوكي حبة حبة ناخدهم حبة حبة أول شي السنسر افهم إنه جسمك أو تخيل إنه جسمك تعرفون هاي مات القلب اللي يسون فيها فحص القلب يحطون شذي وائرات على الإنسان شذي كل مكاسب بطنة صوب جسمة إيدة سنسر يراقبون شغلات معينة بيشوفونها لطباء تخيل جسمك في سنسر من داخل مثل هذين شنو دور هالسنسر يقولوا لك هالسنسر والله شبعت سنسر يقول لك أنك شبعت والله أنت يوعان سنسر يقول لك أنك يوعان هذا السنسر واضح سنسر شي يقول لك إنك يعت متما يعت وشي يقول لك إنك شبعت متما شبعت عشان الله مفيدة وزينة حق الإنسان وسنسر في جميع أجزاء جسمه حق كل شيء بجسمه سوى الإنسان في أحسن تقوين فعندك بلت إن سنسر وسنسر يراقب السنسر ليش الله سبحانه وتعالى حط لك سنسر عشان تعرف والله شبعت وقف وكل خلاص كريت وايد وقف وكل يوعان عشان تاكل ما تموت مليوع ونتا ما تدري فعندك يوع عشان تاكل عشان تستمر الحياة ما تموت ولما تشبع السنسر يقول لك خلاص انت شبعت وقف أكل عشان لا تحوشك تخمة والأمراض المصاحبة للتخمة هلوين انكب شكلت الإنسان إنه ما يعاند أحد غير نفسه يعني هو يشبع وهو شبعان يأكل زيادة هو شبعان شبع يأكل زيادة والله الأكل لذيذ الأكل حلو يأكل زيادة يدري النقع يسوي شيء غلط ويستمر فيه يوع نفسه ميت يوع بعدين يهجم على الأكل وياكل لين بينفجر من الأكل فقع يسوي خطأ تلو الخطأ يوم ورا يوم سالفة ان التكرار هذي انه يوع نفسه يعكل وايد يوع نفسه يعني يخلي السنسر ينضربون من زي لين حين حنا بس قاعد نتكلم عن السنسر أوكي انك قاعد تيوع تشبع تيوع تأكل وايد لحد التخمة قاعد تخرب وايد شغلات بجسمك بس من خلالها العملية انك تيوع لحد وايد قوي وتشبع لحد هم وايد قوي بزيادة قاعد تيوع بزيادة قاعد تشبع بزيادة هذي الاكستريم الضرصة حتى الانسان عموما حد الان هذا الانسان قاعد يستخدم سلطته انه قاعد يخرب السنسرز الداخلية اللي فيه السنسرز قلنا هذيلا وظيفتهم يوع وشبع يوع وشبع طيب بس يخلنا هذيلا شقالين قاعد يقاومون مساكين يعني قاعد يقاومون قاعد يقولون خلاص يوباي شبعت قاعد ياكل زيادة قاعد يقاومون ردة فعل عكسية من الانسان كثر ما حط عليهم حمل يقاومون 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 ومثل اي شيء بالدنيا يقاوم وايد يصمد وايد قد يتعب ويطيح على ويه من فضل الله سبحانه وتعالى انه حتى هالسيستم اذا خربته فيه خط دفاع ثاني راح يدافع عنك في مواضع الجوع والشبع اللي هو السنسر اللي تراقب السنسر شنو هذيلا شنو دورهم السنسر اللي يراقبون السنسر هذيلا دورهم بس لما خربت السنسر لأول خط الدفاع الأول اللي هو انت يوعان ولا شبعان الخط الثاني يقولك بس انت على طول شبعان انت ما تحس باليوع وايضا انت ما تحس بالشبع يعني انت يحطك اذا كليت يعني الخط الدفاع الثاني مرحلة متقدمة مو كل واحد يوصلها توصلها لما تخرب خط الدفاع الأول يعني أنت الحين تخيل نفسك هل أنت خربت خط الدفاع الأول ولا لا خط الدفاع الأول يوعو شبع إذا خربت تدش على مرحلة ثانية أنه أنت طول الوقت شبعان ما تدريش فيك أنا مو يعان ما عنا فيه سمنة بس مو يعان أو العكس كلها يعان ياكل هم يعان ما خلاص اخترب عنده موضوع اللي هو خربه بنفسه ما اخترب من تلقاء نفسه وهو الإنسان خربه بنفسه قلنا أول شي بدأ شون يوع ياكل 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 لحد الطفحان لحد بطني عورة ويكرر الموضوع بعدين دش على خط الدفاع الثاني أنه قام الجسم خلاص قلنا أنت يبعه على طول شبعان فما يحس باليوع هو مو يحس باليوع أساسا وأيضا أو يحس أنه على طول يوعان قلت لك لأنه لما تخرب السيسم الخراب قد ي extreme right أو extreme left يا على طول يوعان ما بشي شبعك أو على طول شبعان ما تيهم الخراب يجذي أو شذي ليش يهل خراب لأنك خربت خط الدفاع رقم واحد ده الشي تبخط الدفاع رقم اثنين الحين شي صير إذا خربت خط الدفاع رقم اثنين هنيه 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 خلنا أخذ مثال علشان تفهمون الفكرة عدل عشان توصل الفكرة اللي يبيوصلها لكم عدل قلنا خط الدفاع رقم اثنين اسم السنسرز اللي يرقبون السنسرز يعني لما تشافه يعني السنسر رقم اثنين لما تشاف السنسر رقم واحد اخترب قال يوبا لا 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 بس أنا ادخل بخليك على طول شبعان على طول شبعان ما تيوع فيقوم الإنسان ما يحس بليوع هذي اللي فيهم سمنة وسمنة مفرطة واي ترى يحسون بهالشعور إنه ما ييوع ترى بس يعني يمكن يكره نفسه بعد ها كاره نفسه يحس ضيقة خلق يحس اني سمنانه يحس انه مويوعان حتى ترى وهو مويوعان قاعد ياكل ليش قاعد ياكل وهو مويوعان قاعد ينتقم قاعد ينتقم نفسه ليش انه سوي تشيذي جسمي اختراب مو قادر يتصلح شي فياكل يسمونه جلد ذات مو يوع تشوفون احيانا يعني ناس فيهم سمنة ياكلون لجلد الذات وليس للجوع بس الناس من بره ما تدري يشوفهم بس ياكلون بس من داخل من ضيقة الخلق قاعد ياكل وهو يدري انه مويوعان ايه السؤال الجوهني احيان الانسان عاند نفسه عاند نفسه خرب السنسر الاول راح عاند نفسه زيادة صار مويوعان خلاص الجسم قال يبقى خلاص يبقى انت ما راح خليكت يوع نهائيا ما راح تحس بليوع مدة طويلة فخلاه ميوع مدة طويلة ما يحس بليوع قامي عاند نفسه هم مع السنسر اللي راح بالسنسر قامي عاند نفسه وياكل احيانو مويوعان بس ياكل انا شفيني ليش قاعد يصير فيني شذيه ليش يحاول انزل ما انزل وياكل ياكل رايح فالحين خرب خط الدفاع رقم واحد وقاعد يخرب خط الدفاع رقم اثنين لما تخرب خط الدفاع رقم اثنين انت قاعد تخرب موضوع هالمرة ما يتعلق بيوع وشبع قاعد يتعلق بهرموناتك قاعد يتعلق بتركيبة جسمك الكيميائية من داخل فلما تسوي شذيه تحديدا هني الوقت اللي تضرب عندك الدون الثلاثية اللي يضرب عندك الكوليسترول اللي تشوف الاملاح ما دريش صاير فيها اللي جسمك يبدأ يتخربط من داخل امش معاي في تسلسل احداث لان تسلسل احداث وايد مهم لما انت ديش على خط الدفاع الاول وتخربه بعدين تديش على خط الدفاع الثاني وتخربه فانت الحين قاعد تخرب على مستوى شنو؟ على مستوى الهرمونات طيب لما تخرب على مستوى الهرمونات وتسوي داية هالمرة مضبوط مضبوط شغلك 100% بالسليم بالمضبوط شغل صحيح وزنك ما ينزل هني عاديك المراجع هني يقولك والله انا سوي الداية واموري طيبة والله ما قاعش تيلك الوايد ومقاعك الوايد مع ذلك وزني ما ينزل صح لانك خربت خط الدفاع واحد واثنين السنسر والسنسر اللي راقب السنسر فهني سجل وتسوي داية ما ينزل والسبب انك عافس الدنيا كيف يقول هرموناتك معفوسة من داخل فجسمك من متخربط يعني عفيسة داخل جسمك داخله عفيسة هذه الزبدة فلازم نعدل من البداية الشي اللي انت خربته تستارت وث كما نوصل حق هالمرحلة اللي جسمك متخربط فيها ما يدري هو صن شبعان ولا يوعان ولا انت ميوعى ولا مشبعة ولا على طول يوعان ولا على طول شبعان فعرف ان الخربطة صارت على مستوى انزيمات وهرمونات يعني دا شيء مستوى اعمق من اللي ببالك هني جسمك استجابته تكون وايد بطيئة وايد بطيئة بس السبب هالمره مو بسبب الدلي بسبب خربطتك للانزيمات والهرمونات شون تعرف كله يوعان او كله شبعان او ما عنديك وقت لليوع وشبع يعني بس ماشي على البركة شي على البركة والله يلا خلناكل لا ناكل شنه صار وقت غدا واذا كليت تودي كل شيء واذا ما كليت عادي شو يعني خربطة مبيني ان الخربطة يعني جسمك ما يعرف هو يوعان ولا شبعان باي وقت اي وقت يعني اي لحظة عادي تاكل واي لحظة عادي توقفك اقول لكم على شيء نقدر نسميه مصيبة المصائب مصيبة المصائب لما تتيب هالحالة هذي اللي جسمك خلاص متخربط تفقد الامل تي اس تروح تدب كاكاو مطاعم تفتح تفتح يعني فوق ما انه جسمك مخترب ومخر يعني مخربط من داخل تقوم تخربطها زيادة انك تفتح بكل شيء يقول يبقى خلاص يبقى خربانة خربانة وما قاعدة حس لا بيع ولا بشبع اكل كل شيء جدامك واي وقت وافتح بالكميات لا هني انت مو بس افس الدنيا انت قاعد خلي جسمك resist النزول يعني يقاوم نزول الوزن توصل مرحلة level 3 level 3 او المرحلة الثالثة جسمك رح يقاوم نزول الوزن يعني لو بتنزل لو تسوي شيء صح لو تمنع نفسك لو ما تاكل لو تسد علجك جي ما تاكل شيء جسمك يزيد والسبب انت اللي خربت مو شك بوم اخترب هناك فرق طيب والحل اوكي عرفنا المشكلة وصارت واضحة الحل الالتزام في نظام غذائي ورياضة لمدة طويلة وتنسى النزول يعني انت بس قاعد تسوي حق صحتك عشان لا تموت مبتشر ننصجي قاعد تكلم عشان لا قلبك يعني مسكرة كل الشرايين ويقولك يا الحبيب باي نصجي قاعد تكلم انت خلاص انت تسوي برنامج غذائي عشان صحتك العامة انسى النزول انسى انسى موضوع النزول يعني طق برايك يعني عن النزول لا تقس وزنك لا تشوف ولا شيء بس سوي برنامج حق صحتك برنامج غذائي الهدف منه تنظيم اكلك تخفيف الاكل رياضة رياضة بنوعها كارديو مع حديد لا تشوف نتائج شفت نتائج ولا ما شفت استمر المدة طويلة طويلة وايد وايد يعني يتكلم يمكن اشر اشر يمكن بالاشر تشوف نتيجة بسيطة جدا ضيق خلقك او ما تشوف نتيجة نهائية ولكن امش على الطريج الصحيح والمشي على الطريج الصحيح في هالوقت بالذات تسمست يعني مو اختيار بس ألفة انتباهك ان في هذه الاثناء اللي انت قاعد تسوي فيها برنامج غذائي ورياضي معن مدروسين باشراف ناس فاهمة انت بصورة بطيئة جدا قاعد تعدل بجسمك بطيئة جدا لا تكاد تبين او تذكر ولكن مع مرور الوقت ايه راح يرجع جسمك مثل ما كان مع مرور الوقت كبير عشان شي اقولك انسى سالفة انه تطالع وزنك انه توزن انك تستانس انه جسمك قاعد تعدل لانه سالفة وايد مطولين فطول بالك استمر في برنامج غذائي ورياضي صحيح والهدف خلا صحتك العامة بس ماكو هدف ثاني متما ينزل وزن متما تعدل جسمك حياه الله متما صار اشهر ستة شهر اربعة شهر تتشهر شهرين اللي هو